مازالك هل قد حريصم قبل روح أعطيه جماعتك ولم ناسك سميه طب هل فلق ما بدي رح سميه رح أوصل سميه رح أوصل سميه تركه وبالك بيأدبه وبدو يعرف الرئيس بري هذا بدو تشريعي عب يعمل حرب أهلية بالبلد الإسرائيلي عب يخدك على عنق الزجاجي ما رح يخليك ترجع تطلع منها وهذا اللي صار أنت هلأ متهم أنه أنت نقلت البرو دي الوزير يمكن من أكثر الفيديوات اللي انتشرت بليهم الأخيرة بعد بداية الحرب فيديو كبسة الزرية اللي أكيد حكيت عنه ديوم شو بتبرروا هيدا الفيديو شي بالحرب يعني بقى طبيعي اللي ضد الحزب بدو ينشر هايك شغلات واللي مع الحزب ينشر شغلات مثله بس هي بالأخير هو صحيحة يعني هو صحيحة أنه هني عندهم إمكاني وأثبتوا يعني من يومين اللي صار بحيفة بي أنه هذا الزر فيه وصله لوان مبدون بس ممنوع استعماله يعني كيف مبدون ما فيهون يستعملوا وقت البدون لقيت بصمات هذا الزر على بصمات سيد هاشم صفي الدين ما بعرف عندي شعور أنه موجود عندي شعور أنه موجود أنه ما كان بالنقطة اللي سوهدفت بقيته ما كان أنا اللي بعرفه أخدوه على محل آمن بعد استشارت سيد حسن من هيك عندي شعور أنه هو موجود يعني هو إيده ما يلحب هالقصة يعني يعني طبيعي أنه أنه قول أنه فيه بصماته لأنه أنا كنت أعتبر السيد الأكتر الأعقل بكل التركيبة من هيك تبعي سيعاني الإسرائيلي وسيعاني البلد بعد السيد أنا رأيي ما رايحين على محل منيح بس خيار الحرب أخدو السيد خيار الحرب أخدو السيد ولكن كان حريص كتير داني وأنت شفت يعني حتى بعد ما استشادوا صاعدت العمليات أكتر بس كان حريص مثلا ما يصير في تدمير لبنى تحتية للمدنيين يعني أخدو لأن كان عنده أسباب كنا نقول الأخلاقية والوطنية أنا ضد الخيار كده ضد خيار الحرب ضد خيار الحرب رفض خيار الحرب صار خياني رفض خيار الحرب صار خياني خوال خياني خياني البعض صاروا يخونوا الناس طبعا بعض التفهين يعني يعني اللي بيدعوا إنه إعلاميين المحور أو كذا تفهين مجموعة تفهين رخاص ووطين يعني بفلتون مثل كلاب الدائر عن الناس وميم ما حكي كلمة بدون يمارسوا علي الإرهاب الفكري مش هيك الأمور بتصير يعني ولكن للناس وتقبل ما أثر عليك مصر تعمل حساب قبل ما تكتب شيء؟ أنا ما بقراهن أنا بيخبروني بس أنا بفتش على وسائل التواصل يعني أنا حتى تغريدتي بيعمل لي يا شاب عندي يعني أنا ما بفوت على أبداً على وسائل التواصل تحتالي يشوفهم في بعض الناس تبعد أو كانت أوقات مرتي مثلا تقلي قالت الله ما بقى تخبريني ما بحب يعني ما بحب يعني ما في أعطيك كمان لواحد شرف أنه تسبه ما هذه كمان حتى حتى المسبة بده يكون واحد بيحرز فأيه ولدك بتأسر يعني يعني بس في حملات كتير أنا ماني معه يعني هذا الحملات اللي عمالي بتصير حتى في ناس عب حزبت ما حكيت شيء ليش عبي يعملوا معا هيك؟ في واحد معتوه بفلتهم عرفت كيف؟ وين بحزب الله؟ خير رح سميه مش هلق بس مش هلق رح سميه تركه إذا ما ارتدع رح سميه لأنه هاي طبعا معروف هاي الطريقة باستهدف كرامات الناس ما بيمشي الحال في ناس معكم في ناس معكم حتى لو مش مقتنع أوقات يمكن باللي عب يصير بس هي معكم واخدي خيارة معكم وما بيجوز الشتائم للناس حتى المش معك حتى المش معك يعني أنا هديك يوم عندكم الامتي فيه يعني مستعملوا حملة يا أخي طب هالمحطة بتطلع فيها أنا تحكي العدوان عنوانها الإسرائيلي طب مجرد ما قالت هيك والعدو الإسرائيلي أنا أخذ العدو الإسرائيلي والشهد طب أنا مجرد ما أخذت منها هاو الثلاثة يا أخي ممتاز شولي علينا ميشيل مور يعني خير إن شاء الله لا بدي يقول سبله يا أخي كيف الكلام هذا منه منه متنظم معكم الزلمي يعني فيه طريقة أنا مني معه يعني بكل صراحة مني معه وما بدي يحكي لأنه فترة حرب هلق تمين قيل فترة حرب وكذا واليوم يعني اليوم لأني بحترم هاي التطحيات أنا اللي عبتن بزل وتطحيات كتير كبيرة بس اليوم طب الناس طب الناس مستقبلين الناس حين طب أنت اليوم طب أخي عم نحكي عن المساعدات بطلعوا بيسبولك أخي أول شي شو بعرف أنتوا كلاب قيادين بمكاتبكم ونتيخد العظمات 200-300 دولار بيعطوك أنت تسلى فيه ونتقرقشون عظم عرفت كيف يعني أنت كلب واطي ما حدا بيقيم لك وزن يا حبيبي كلهم هؤلاء بيحكو طب أنا قاعد بين الناس حين طب شو فيها خي بعد عشرين يوم أنا إذا حكيت فيه ناس عبتطلب ربطة خبز هاي كل يوم عشرات المرات عبتصير معي يا خي حبيبي عرفت فيه ناس معاوزي لخمسين دولار طب ما أنتوا كنتوا عمليين لجان بعد لا يا خي لجان نانت تجيب اللجان مواردة عمليين لجان نحن بس ما كانوا وعدكم الحزب أنه رويسات يا أخي عمليين لجان يا داني اليوم حزب الله بعد ما وزع ولا ليرة من وقت العدوان ما بعرف شو أسباب ويمكن ما قادر الدولة أنا أعطيك مسألة بسيطة لأن كنت بدي أحكي معي اليوم يعني يمكن هاضي مبارح يعني اهتميت فيهن طب مبارح عندي أنا أخي أنا في عنا نحن كحزب فيه يمكن عشرات المراكز مساهمين فيها أو مشاركين فيها بالنشاط اللي بدور حوله طب مبارح قلت بدي أسأل شو إجا طب مبارح إجا من الدولة من هاي اللي جنيت الأزمي اللي شو اسمها إجا لعندي عضايا أنا عندي ألف وثمينمائة نازح بتضايع إجا مبارح أربعة وعشرين حصة إذا بتشوف الحصة يا عايب الشوم بدي قللك بس يا عايب الشوم يعني الحصة بالطعمية يومين للعائلة يعني لأن فيها الرز بطعمي يومين يعني طبعا لا في هذا طيب لا في لحمة لا في ججاج لا في شي لا في طيب اللي عنده طيب تطلع بتقول يا خي بنا مساعدات تتسرقوها يقول يا كلب ابن الكلب يلا عن أبوك ولا مين معاوزك ومعاوز مساعدتك يا كلب ما زالك هالقد حريص مقبل روح يعطيه جماعتك ولم ناسك حي الشعب بلا أخلاق ناس بلا أخلاق عرفت كيف هو البلا أخلاق لمفلتهم أكتر منهم سمي طب هالفلت رح سميه رح أوصل سميه رح أوصل سميه تركه وبلك بيأدبوه تركه وبلك بيأدبوه بيوقفوه عن هالناس حيش هذا بنص سلسان فلت على العالم فلت الناس أوكي مش مشكلة بهذا موضوع ما بيجوز كرمات الناس منها ملكون يعني أنا مثل ما قلت ابولادي ما بيقبلوا خي يمكن أنا ما بسمع وما بعطيهم قيمي بس ابني ما بيقبل أنه تعملوا هايك رح يطلع يسبلكون بعدين ما في أسهل مننا ما لقب بفتح خمسين حساب أنا تبسبلوا رموزكم تقبلوا تبسبلوا رموزكم تقبلوا عيب هذا الوضوع صار عيب معيب هذا زلمي عبي ضر المقاومة عبي ضر الحزب اليوم الحزب بوقت بحاجة للتضامن الوطني بيجي واحد بسين مثل هذا قرد الفارع بيجي كل شكله على بعضه شوي بيجي بسير هين كرمات الناس ما حدا رح يطلع بس طالع لا مع ست بخير ولا مع سيدي بخير يعني اللي ما كان يسمى 14 أدار بيقلك الزر وال8 أدار لا 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 ما بدي يطلع مع حدا بخير طالع مع لبنان بخير ومع ناسي ومع قناعاتي ما بدي ما بدي أنا مني طالب رضا حدا لا طالب رضا 8 أدار لا أنا عندي قناعة أنا هذي المجاهدين هالأرض اللي عبيستهشدوا بيحترموا هذي عراسي هذي ناس ما فاتوا بالفساد هذي ناس ما فاتوا بكل التركيبة بتحترمون وبتقدرون بس أنا مين قال لك أنه طالب يعني يكون مع سيدي بخير أو مع سيدي بخير لا الاثنين بحط أصبع يبوجهم إذا غلطوا أنا طالع مع لبنان بخير خيأ أنا صرت مقتناء خلص نحن بنبني بلد ما فينا نكفي هيك بكل صراحة يعني بس كان بس في شو بدي بيهودل على السوشيال ميديا في عتب عليك بقدر من مسؤولين بحزب الله كان فيه تغريدة لأبنه للحجوة في أصفة ما برهزة شفتها أنه اللي كانوا بأحضاننا وكذا وهلأ عم بيثارثروا علينا البعض فسارك عم بيأصدق ما بعتقد لا وفيق ما بيعملها ابنه ما بعتقد ما بعرف إذا بس ما أنه بيعملها لأنه بيعرف يعني أصلا أنا كتير بناقش أنا وياه كنت لأمور وهو من الناس اللي أنا حكي أنا وياه من عشرة شهر أنه في حرب طبعا هو مكان مقتناء بس بالعكس لا وفيق لا بحبه وبيحترمه ما بيروح هاك يعني منه هاك ما بيتصرف هاك وفيق عرفت كيف يعني مش أنه إذا واحد حكي كلمة لا بيستوعب يعني معودة بيعرف البلد بيعرف أنه هذا البلد فيه هامش للناس يعني ما أنه الناس عبيد عند حدا يعني تتجي تعمل لي عبد عندك أنا شو بتعرف هلا عن وضع الحجوة فيه أنا بعتقد وضعه منيح يعني ما هاكتو كان بالمكان يعني عندك معلومات أو لا هيك بعرف يعني بس ما بحب فتش على الشغلات عرفت كيف يعني أنا بطبيعة داني اليوم اليوم هادي ناس بخطر عرفتي فلا بحب يعني لا بحب زيل الخطر علي هون ولا بحب فتش يعني بس أنه طمنت أنه كويس يعني أنا بحبه يعني الحاج وفيق لأنه مش أنه ما بخبيع يعني أنه صاحبي ما أنه بمعزل عن موقعه طيب سيدة خطاب العمالي والتخوين هلأ بيغض النظر عن الحرب هالحرب رح تخلص يوماً ما رح تخلص كيف أن نعيش مع بعضنا كلنا منحول بعضنا بدأ أول شيء أول شيء هذا موضوع الوسائل التواصل بده تشريع وبده يعرف الرئيس بري هذا بده تشريع يعني بيعمل حرب أهلية بالبلد بده تشريع وأي حدا بيعمل إساءة للناس ما خصك معي أنت ما فيك تفوت على تسبلي هاكي يعني خي لا بدك تفوت فيش قوانين الدنيا لا ما فيك تعمل هاكي يعني اليوم في حرية بالغرب بهذا الموضوع ما حدا بيعمل اللي بيعملوه عندنا هون مفتكرين وهذا لنا نسبات يعني بس هارفتي أنه حثيلة البشر بده تسبق ودي من الناس لا يا خي طب مثل هذا اللي عبتقلي هلق عن غسان شاربي طب أنه معقولي واحد صحافي كبير مثل غسان شاربي اللي يطلع كلب مثل هذا يسبله طب كيف يعني يا خي ليش هدا فهم شو هيك غسان شاربي اللي تسبله إلي الحمار يعني في شيء ما بيجوز يا خي ما بيجوز يكفي بده إذا بده تعيش الناس مع بعض بده تعيش بظل قانون ما فيك أنت تضلك هيكي أنه مفلت كم أزعر عرفت كيف وحامل أنت يعني ميزان التخوين والوطنية مين خبرك هي مين خبرك أنه أنت حامل بس اليوم صار إبداء رأي مختلف هو نقل بارودة كأنه أنت هلأ متهم أنه أنت نقلت البرودة شفت الحزب عم بيضعف نقلت البرودة أول شيء أنا أول شيء مش صحيح حال حكي أول شيء أنا حكيت بضد الحرب من عشرة شهر ما كان الحزب ضئيف يعني أنا أنت بتعرف وأنا كان عندي معلومات داني وأنا أشتع معهم المعلومات ما خبيت عنهم وأنا كان عندي معلومات كان هلأد هن مطمّنين أنه ما في حال كانوا هن مطمّنين ما بعرف إذا الأميركي مطمّن كان الإيراني كمان وأعتقد هاي دي كمان بحشتين كمان ضحكان على الإيراني بيكون بس أنا لا نقلت بارودة ولا ما خاصة بنقل بارودة أنا حبيبي بعمل قناتي أنا ضد كنت هذه الحرب لأنه هذه الحرب كنت عارفة راح تجر لحرب كبيرة يتضعفك مش لأني ما بحبك كنت ضد الحرب يعني أنا اليوم إذا جيت نصحتك وطلع معي حق بدل ما تجي تقلي مظبوط كم معك حق وخلينا نناقش بك تسبلي مش الحزب هاي كنتمين كمان يعني حطيلي ما أظلم مش مسؤولي الحزب هاي بس أنت عم بتتهم مسؤول بالحزب أنه وفلت الني صالح الأخي هذا عطول هاي كي بيعمل ما عنده شي يعمل وغراك يعني ما عنده شي يعمل وغراك يبدو فأنت هوني ما فيك تجي تقلي أنا إذا أنا حليفك داني بدك تنقشني مش بروح معك على العمييني وأنا مش مقتنع بالراوحة معك يعني أنا بال2006 من أول اللحظة كان عندي موقف أخذته بس بهذه الحرب كنت شايف أنا أنه الإسرائيلي عبيخدك على عنق الزجاجي ما رح يخليك ترجع تطلع منها وهذا اللي صار بعدين بدي خبرك شغلي يعني بعد استشهاد السيد ما كتير فرقاني معي الأمور يعني مرسم لي معي قعد فتكر أنه حدا بيقوفني بشي يعني ليه شوف أول شي العلاقة اللي بيني وبينه كانت المحبي اللي بيني وبينه يعني كان عطول يجي شكيه علي أنا عطول بنتوى ما كان يقبله وبحبه كنت كتير وهو بحبني ونشأت علاقة نحنا كنا كتير نسق بفترة يعني قبل 2006 باستمرار يعني بقوا في سنتين من التنسيق المباشر بكل تفاصيل المعركة اللي كانت وقتها السياسية فمنا فرقاني معي يعني شو هذا بيزعلها بيرضى بعد ما استشهد السيد عقلي تغير أصلا سيد الحدث الكبير يعني أنا عقلي مغير كمان بده حدا يفهمني أنه أنا عقلي مغير مش فرقاني معي عقلك مغير لأنه استشهد السيد في حدث أو لا صرت عم بتشوف الأمور بوجهة نظارك لا كنت شي فقط ما استشهد السيد هذه مختلفة بس هو بشكل يعني يعني كان ما ممكن أنا أعطي أي ملاحظة إذا هو موجود لأني بحبه كتير عرفت كيف وبعرف هو بحبني فبس ما فيك تجي هلق تقلي يعني ما حدا بيملك أصلا القدرة يجي قلي أنه غلط هون أو روح حبيبة بعرف بلبنان أكتر منك بعرف كيف مركب البلد أكتر منك وبعتقد عندي تجربة سياسية أكتر منك بصراحة شو حسات وقتها قلوا لك سشهد سيد حسن صران شو حسات فعليا ما بعدني لهلق ما صدقت بعدني بصراحة بقول لك داني بتذكروا عطول برجع بستعيد برجع بقول بلكي برجع ما باقتنع بالموضوع كتير هلأ في البعض كان يشوفوا فيه خوف على لبنان كان غير شي غير شي غير شي ما بتعرفوا أنت عم قريب غير شكل غير شكل إذا 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 أعطاك المساعدي لحزبك كأنك أنت عبتعطيه إذا أعطاك بالسياسي كأنه عبيخد منك كان شغلي غير شكل بعدين بس تفوت لعنده تظهر عطول مطمئن عنده سحر بهالموضوع وعنده قدرة عن نقاش واستيعابك ومناقشتك وإقناعك بشكل غير طبيعي مختلف كان مختلف يعني فيه كتير كمان بيظلموه اللي ضد الحزن بس هو مختلف عفترة شفت شؤال سامير جعجع بعدين لبناني وعربي هو هو لبناني وعربي بفهمه اللي قاله الدكتور جعجع لأنه بفهم أنه هو وياع طاولة الحوار أكيد كانوا أكتر تنايم ممكن يتناغم وبفهمها هذه الشغلة لأن أنا بعرف شخصيته فهمتها دغري بس حكيها وفي رأيك اللي حكي يعني حكي قال أنه ما كان خصم حتى يعني ولأة اللي بي كنا نختلفه عند وجهة نظر أصلا كان كان ممكن يصير تفاهم بعد شوي أنا كنت أنا فيت على جواني بهذا الموضوع يعني بحكي مع مع شباب من القوات القراب من الحكيم بهذا الموضوع بحكينا أكتر من مرة بس أنا كنت معتبر بده شوية وقت بتمشي الأمور بيناتهم طيب بس بينما منشوف كمان يعني جبران بسيل اللي حليف لحزب الله ومع كل اللي قدموا حزب الله لجبران بسيل اليوم عم بيحكي خطاب مختلف عم بيحكي تسليم السلاح بعد الحرب عم بيحكي لح بيقلك شغل جبران أنا داني نقشت أنا وياه من أشهر معه مع الرئيس عون الرئيس عون كان عنده رأي قلي ما رح يربحو هاي الحرب حزب الله ما رح يربحوها نعم كان عنده من 8 شهر هالحاكي لأنه طلعت أنا قلت له رأيه وقلت له معلوماتي قال لي أنا من رأيك ما رح يربحوها قال لي أنا قلت له لمحمد الرعد هالحاكي وجبران كان عنده هالرأي طبية يعني مش هلاس رأيي بالحرب شي والكلام عن تسليم سلاح شي تاني طبعا شي تاني لا هذا يفسر نكران جميل ما بدي يفوت بهالتفصيل ولكن موضوع السلاح أصلا ميقلك بده يتسلق اليوم أنت نحن راحين على معركة كبيرة كتير هذا في استعجال لأنه أول شي الإيراني فات مباشرة الحزب بعد عنده خمسين ألف مقاتل مش أنه خلصت المسألة تاني شي المعركة راح تكون قاسية كتير الإيراني راح يكون شريك بالمعركة طبعا يعني الحرس والإمام الخامنئي مش يعني جوار غريف وعضي طبعا الإصلاحيين ف صعب كتير راح تكون نتائجها صعبة رايحين باتجاه فوضى كبيري لأنه لا الإسرائيلي راح يقدر يصرف الربح تبعه بالسياسة ولا حزب الله راح يخليه يصرفه بالسياسة فالمعركة قاسية ما حدا يغلط يقول خلينا نبلش اللم لا في صعوبة كتير وأنا تقديري منروع عماركة صعبة عمارحلة صعبة مرحلة ممكن تشهد اغتيالات سياسية داخلية ما بستبعد أنا عرفت كيف شو يدفزها الإسرائيلي لا يحرد داخلية كله ممكن عرفت كيف كله ممكن يصير أنت أمام مرحلة كتير سودوية ومثل ما حكيت أنا ما غيرت رأيي من أشهر نحنا أمام زلزال بالشرق الأوسط أمام زلزال ممكن يغير حدود ممكن يغير كيانات أنا رأيي بلبنان إذا ما صار في حل جزري لكل الأمور المطروحة رايحين على وضع صعب بلبنان ممكن تندهي الحرب وفي حزب الله المسلح إيه ما فيه طبعا إيه طبيعي إنه يبقى حزب الله محلح إيه طبعا ما فيه عنده بدي خبرك شغلي بداني بسيطة بس اليوم نتنياهو حاطت بيحكي شارة أوسطة جديدة بيحكي عن قضاء على حزب الله إيه بس منه اللائب الوحيد من الإيراني فات بوجه صارت من يلوي ذراع من الخامنئي أو نتنياهو هذه المعادلة لأنه اليوم أنت حزب الله ما طلعوا حكوا أنه ضربنا له ترسانيته وكذا طب راح بعض ضرب هاي القاعدة وبدوش يكبر لأنه انتبه بدوش يعني هلأ أنا جاي لعندك طبعا بتخيل لو ضربوا نفق المطار ونفق الأزاعي منهم بتروح تجد ناس يعني طب لو ومتدت الحزب هو الإسرائيلي عنده عدة مشاكل كان تبه من أول حرب هو حاول يعالجها هذا الغلط اللي بعض الناس اعتبرته أنه ضعف إسرائيلي ما أنه قادر الإسرائيلي يعمل حربين لأنه كنت أسأل كنت أسأل كتير من الشباب المختصين بالشأن الإسرائيلي والبي تابعوه خب الشباب أنا بدي منكم سؤال إسرائيلي في يعمل حرب على ثلاث جبهات قيل وين بر ثلاث جبهات ولكخي في يعمل هاي دي غزة ولبنان وسوريا لأن المعلومات هيك عب تقول وهالمعلومات عب تضغط علينا كل يوم إنه هيك 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 بصيروا بعض الناس لأ إنه فيهوش ومنهك وما منهك والله في شاب يعني مختص بيتابع كتير هو ناصر شرارة بتعرفوا يكي المستقبله عندك ناصر شاب مرتب وعقله مرتب وبيتابع قال لي أكيد فيه يعمل بس عب ينقل التوقيت السياسي نتانياهو وطلع ماهو حق عرفت كيف فاليوم أنت إنه تجي إنه حزب الله رح يسلم سلاحك بالنسبة لإله هاي مسألة عقائدية مسألة هو جاعة بتهددوا بشي بدوا يه إنه شو بك تهددوا إنه بتقتل عشر تلاف حقا يبس اليوم قيادة حزب الله تلت ربعة غتيل ما عندهم هاي المشكلة ما عندهم يا ما حدا يريهين عليها أول شي رتبوا وضعهم وبعدين في حصار اليوم إذا ضلت الحرب سنة وسنتين رتبوا وضعهم رتبوا وضعهم القيادة رجعوا نظموا قيادتهم ومكفين بالمعركة وبأعتقد الإيراني عب يساعد بشكل مباشر وهيدي كمان بتضمن لهم مزيد من القوة والصمود ما لا ما بأعتقد هيك داني يعني ما حدا يقعد يرين عن القصة راح فلين يعني تحي ما عمرين لا مش أنت عبقول عبقول أنا عبحكي معها يعني أنت محامي الشيطان لازم تقول بس ما منها هيك الأمور منها هيك منها هيك حزب عنده خمسين ألف مقاتل بعد لهلا هذا بدون الاحتياط وبدون بس اليوم كمان دكتور جعجع بيقول أنه بس انتهي الحرب ما راح نقبل نرجع هايدي هايدي الخطرة ما هي اللي قلتلك إيها أنا قلتلك لأنه إذا ما انتهت بحل جزري في أمور كتير يعني يعني اليوم يمكن بدي يرجع يحطوا اللبناني يبوش بعض يعني يمكن يطلع لك ناس يقولوا لك أنا خي بدي أحمي منطقتي وما منو حدا يفوت هاي عم بتبلش تزيد يطلع لك ناس تحط حواجز على بيب منطقة مع الوزير اليوم عم بتبلش تصير صار الشيعة بتذل على التعبير الشيعة صار بعبع بيخافوا منه الناس لأنه ممكن إسرائيل تقصف المكان اللي هو موجود فيه شفنا شو صار بقيته بغير مناطق يعني عم بيحول الإسرائيل الشيعة إلى بعبع هذا الخطير من هايك عم نقول أنه انت يلي عب تشتم الناس روق شوي انتو انتو بحاجة تفتحوا حوار مع الناس يعني أنا اليوم خي يحكي سمير جعجع أنا بشوف الجانب الإيجابي بفتح حوار معه أنا المضطر بفتح حوار معه لأن أنا اللي عبي حاولي حاصرني الإسرائيلي والأمريكي مش لقيله بفتح حوار معه في يلاقي معه نقاط تفاهم في يلاقي مع سامي جميل نقاط تفاهم في يلاقي مع جنبلاط في يلاقي مع الحريري في يلاقي مع كل الناس ليش بدي يشتم الناس يا أخي ليش بدي استعديها للناس ما هيدي عبتنعكس على البيئة طبعهم وعبتنعكس على الناس حين صارت هارفت كيف من هون يعني ليش أطلع خلقي أنا لسه السبب يعني طالع خلقي إنه أخي عبتنعكس على البيئة طبعا يا أخي شو قول داني إذا مرت أخي عبتطبخ بالبيت لن ناجح طب ما هي نفسية بني أدمي كمان لما تقرأ هاك يعني يعني الشعور التضامن عايب يا أخي عايب يا أخي عايب يا أخي هارفت كيف بعدين شو إذا قلنا إيران إيه تدعم ليش تدعمش إيران ليه بتبعث ثلاثة مليار دولار لنسح بتسبو لي إيه لي خي لا طالبوها إيه لا تبعث هذا حق للناس وضروري تبعث وشو المشكلة ينبعث بالعكس يعني بس إنه يعني اليوم طب ما تروكي الناس صرع عشرين طب عشرين يوم اللي ضاير معهوش مئة دولار من بيته أخي كيف يعيش بس قلينت كيف يعيش يا أخي وهي دي غالبية العيال هاك أصلاً اللي عيش بالجنوب ما هو بقيونيك لأنه فقير لو مش فقير نجل عبيروت هذا قاعد ناطر نخنات طبعه الزيتونات طبعه طيب برد كنش خلص يا أخي بلا ما نحكي بها الموضوع خلص ما زالوا كمان ها الموضوع ممنوعين حاجة فيه يعني كمان ها هو النسحين اللي قاعدين بمناطق وصار في مناطق يمكن إذا بقى الوضع هاك رح يصير فيه نفور وكيو عم بيبلش فيه نفور ومش بس بالبيئة المسحية عم بيكل البيئات عم نشوف مشاكل أشكل هو اللي عم يعمله يا أستاذ داني أنا اليوم بدل ما يجي أظهر أظهر الجانب الآخر كيف طب أنا اليوم شتموني على وسائل التواصل تعرف ما شو عملت صورت بناتي قاعدين عمالي يطبحوا ويخدموا الناس حين طب بس ترد على الشتينة طب بيشتموك أكتر يا أخي لا يا أخي ما نكون شواء البشرة ومنين جايين طب سهو اللبنانيين هؤو اللبنانيين مثلنا مثلهم هؤو دي بنا نعيش معهم بدون عنده أخلاق اللبناني كمان هذا ما بيجوه زيك منفلت 200 واحد 200 أزعر همني بالأخير 200 أزعر على وسائل التواصل منفلتهم على الناس نشقع لهم يا أخي للعالم طب لا يعني اليوم أنت طب يقول لك يا أخي طب ما زغرتها ملياني مثلا ملياني ناس حين وأهل زغرتها كرمة وبتعرف أهل زغرتها يعني كرمة ونخية وكل أيتهم طب تجي بتسيب لها مشالهم عوض أحسب كلمي يقول لك يا أخي لا ما فيه 20 ألف ناجح يمكن يكون فيه القضاء ليه عب تعمله بس اليوم خلينا نحكي درزيا حضرتك وليد جملات طلال إرسلين مع حفظ الألقاب تلكم إخدين مواقف إلى حد ما مع المؤومة ومع دعم الناس حين بس اليوم الناس وقال لي بصراحة اليوم كواعدكم تلتتكم متضامنة بما يكفي أو لا كمان عندها هذا النفور بسبب هالي المواقف قال لي بصراحة وانا عب أسمع الناس فيه ناس كتير كانت عم بيساعدوا أول يومين ثلاثة وقالوا لنا وقفنا هي عم تعمل رد فعل على النازع عم بيدفع تمانا إخشين نازع حيما هي هاي المشكلة أصلا نحن كلنا يدي كيام وين قرية مقال يعني دقيق بالوضع الدرجي كلياتنا أنا وطلال إرسلان ولي جنبلاط والقوميين والكل نحن خمسين بالمئة من الدروس فيه خمسين بالمئة مش في نحنا مش محدا هن المشايخ لا المشايخ على الأرض نحن تعرف يعني نحن طايفي فيها كتير مشايخ اليوم ضايع عنا فيه مئة مئة وعشرين شايخ مع اللي حولي هون صاروا نص ضايعها يعني أنت اليوم بس طيلع مثلا ناس يخي يسبوا مثلا الشيخ موفق طريف ما يبتعمل مشكلة بالمجتمع أخي الشيخ موفق طريف هو مواطن إسرائيلي وهو شيخ عقل الدروس بهذه الدولة أخير طب أنت ليش بدك تجي تسبه طب وما بتسب مثلا شيخ بالعراق عامل كلب عند الأمريكان مثلا لا خير طب ليش أنه هي ممنوع واحد يكون مثلا يحمي الناس بإسرائيل ومسموح تجي تقنعني بالعراق أنه أنت خربت العراق وتعملت مع الأمريكان ونهبت البلد وطيرت له ثارته وماشي الحال أنه أنت عب تحمي جماعتك بالعراق لا بدك عب تعمل يعني بدك تجي تنقش هب يقل لك عب يدافع عنه يا أخي مش عب يدافع عن حدا أنا عب قل لك شو عب يصير على الأرض مش عب يدافع عن حدا أنا عب قل لك شو عب يصير على الأرض عب تعمل وعننا بعض الجبنة اللي عنا بيصير طيرضي بيصير بده يسيب لها موفق طريف وبده يسيب لها الدروس بإسرائيل وكي أخي شو هالقصة يعني عب تعمل عب تعمل إشكالات ما فيه ما بين إحنا بالغناء عنا طب أنت عندك ميات اللفات طب على العراق كانوا عمل أصغار عند الأمريكي كانوا عمل أصغار عند الأمريكي طب اليوم مواقف وليد جنبلاط مش بوادي ومواقف الدروس بوادي آخر منه بيمثل الدروس وليد جنبلاط حتى داخل حزبه وليد جنبلاط يعني هل قاعدته وليد جنبلاط بيمثل أكتر مني وأكتر من طلال إرسلان بس لا يمثل الدروس تنتفق على الشهر هو يمثل أكتري بالسياسي سياسيا ولكن فيه أجنحة قوة منه يعني بالأخير بالدروس ما فيه يعني اليوم ما فيه وليد جنبلاط بيغطي موقف معين بس ما فيه يجي مثلا وتجاري الناس إذا شتم المشايخ أو إذا أخذ حتى بيت حزبال لما تجاري الناس طبعا فيه موقف يعني ما أنه لا يرحم السيد حكي أنا وياها الموضوع يعني أنا بالتفصيل حكي أنا وياها وكان هو بيعرف بشو طبيعة الأرض يعني وكان بيعرف يعني كل هذه يعني نقشناها كتير كنا عم نناقش موضوع السويدة نقشناها مطولا هاي المسألة وهي مثل ما قلت له كتير دقيقة بالمجتمعات يعني تجي اليوم أنت يعني هذا الشيخ اللي قاعد بعلاي أو ببيصور أو ببعقلين ما بيقبل أنه تسبل له الشيخ موفق طريف ما بيقبل ما بيقبل حتى لو وليد عملها كمان بيكلها فيها يعني ما بيقبل يعني لاي بدكن تجوا أنتوا ما تكون أنتوا ما تكون ميزان خي للناس أنتوا ما تكون ميزان للناس أنتوا تتجوا تقايموا الناس بعدين هاودي الدروس بفلسطين إلهم 75 سنة مقطوعين عن العرب إيه شو يعني مفتكرون يعني أني بمعظمة التحرير ما أنهم بمعظمة التحرير الفلسطيني يعني 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 فيه شيء ما عبي رعو بهذه التفاصيل عب ينأكس على المجتمعات كتير بس اليوم أكيد فيه شعور تضامن عند كتير من الناس فيه ناس عبواقف عند الناس حين عب تفتح لبيوتها بس كمان فيه قصم كبير من الناس عندها نفور من حزب الله دايك كمان حزب الله خلال مسيرته قبل هالحرب ووصولا لها الحرب بيتحمل المسؤولية بخطابة تعالي بفائد الكوة بكل هؤلاص تجي تحاسبه اليوم أكيد اليوم فيه حرب بنوقف معه اليوم فيه حرب بنوقف معه اليوم عنده شباب عب تستشهد وتدافع عن البلد وتدفع ثمن بس جمهور لازم يدفعها من الناس بس ولكن هاي دي هاي دي اللي عم نقوله يعني هذا اللي عم نقوله لأنه هذا الجمهور عب يسيء لكل الناس حين نحن راحين عشتوية الحرب مكتفية صح حرام تسيء للنازح بهذه الطريقة لازم يتقطشوا لسناتهم هاودي الكم أزعر الكم واط الكم كلب اللي قاعدين عمالي بيحردوا أنا أبدك رأيه هاو جماعي أفيخاي أدروعي أنا هاو اللي بتشوق وعدت تنغش فيهم صحفي هاودي أفيخاي أدروعي عمالي بيحردوا لأنه أفيخاي أدروعي عمالي بيديرون لأنه هو بده تظهر البيئات اللبنانية تشهد الناجح إذا ما الجماعاته عم يخدمون طبعا لا لا مرتبطين شو بدك كذبين مرتبطين طول عمره مرتبطين في وعد منه أنا بعرفوا طول عمره أنه زلمت أجهزي يعني إذا كان زلمت الأجهزة هم بكنش زلمت أفيخاي أدروعي بسلع انصار بلد رهينة أفيخاي أدروعي وإيدي كوهين يقولوا عدوا هون ومتع عدوا هون وفلوا من هون هاودي عبيساعدهم هاو جماعتهم عبيساعدهم بس هاودي كلهم ممكن يوصلوا لفتنة بالداخل بلا حتى الجيد يعني اليوم حيلا مشكل بضائعة بين مركز إيواء وأهيل الضائعة بسير كاف إذا موصلنا لتسوي سياسية شاملة ووصلت لحل حقيقي وفيتين في كل الناس العالم والعرب نحن رايحين مش رايحين عفتني رايحين للأسف على تسكير المناطق اللبنانية كل واحد بسكر منطقته يعني فدرالية بالقوة فدرالية على الأرض طبعا 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 طبب بكل هيدا المشهد اللي عم تشوفه فيه مشهد تاني رئيس الجمهورية ما فيه هيدا الحركة شو ما فيه تضيع وقت ولا شو بدك رأيي أنا نصيحتي للمسيحيين لش أنتو بكنتمضوا على الاستسلام مع إسرائيل إذا فيه استسلام خلوا المسلم يمضي لش بكنتمضون أنا كدرزي ممضيش بلعنو بيرجعوا بصير مثل أنوار السادات بعدين عرفت كيف بتعامل مثل أنوار السادات لشوا بدوا المسيحي ترك الإسلام بقيهن يقرروا بهذا الموضوع مش أني أكترية وموجودين بصدركون ليش بدي يجيب المسيحي يجي فاوض ويمضي إذا قد قل لا سمح الله أكيد أكيد بس أنو لا ليه بدي يجيبه وبعدين مين قل لك أنه يعني أنه خلصت وتحضر برنامج الموضوع بالمنطقة بس هو كله اللي عم يتحرك وشاهم يعملو بس اللي عم يتحرك وشاهم يعملو رايحين على شوارع طهران تبه إذا الإيراني ما يربح المعركة هون رايحين لاي عشوارع طهران ويعمل حسابه هايك ما عنده خيار غير يربح المعركة هون ما عنده خيار غير يحط كل قوته لدعم المقاومة طي يربح المعركة هون وراحين لاي عشوارع طهران شرية راح تضل على الحياد بس مش ممكن الإسرائيلي هو يحركش بتوغل بري صارت شي تاني بس عندك هيدا الخوف ما أنا من اللي حكيناه منه من 8 شهر هاي المعلومات كانت إنه بده يفوت طي حاصر الحزب بيفوت من هاي المنطقة المفتوحة اللي هي من جبل الشايخ اللي ما فيها لا مباني ولا فيه يعني سهول أسهل فوطي فيها كان فيه هذا المشروع بس سوريا فيه الروسي بالأخير هل بيقبل ما بعرف بس بكل هيدا اللي عم بيصير لا اسمعنا الروسي ولا اسمعنا الصيني والسوري بس الروسي على حين فوطينه هونيكي بيعنقوا قنيني كمان مع بيغلوا ريضار منها الصيني عصلا ما ما تنتظر شي منه يعني الأمر الثاني السوري عنده عنده اتصالاته العربية يعني اليوم انت البديل لسوريا للدولة السورية هي الاسلاميين ما هي الاسرائيل عبتهرب من الاسلاميين بغزة مش رح تجي تعطيهم سوريا كمان بشو تمن هذا الحساب شو تمن الصمت السوري بقاء الرئيس الأسد يعادة البناء بعتقد أنا أنه بعتقد أنه فيه قناعة صار عند الأوروبيين وعند العرب الأميركي بعد ويكي معني العمود وعن الرئيس الأسد شخصيا بس عندهم قناعة كلهم أنه خيه هذا النظام هون بالمنطقة كان ضامن لكل المشرق العربي يعني كان بيساعد بالعراق بيساعد بلبنان بيساعد بفلسطين الاستقرار السوري مبين صاير مطلب ما بعرف شو يعني وكمان له علاقة هذا بموضوع لبنان لأنه كمان أنت تتعمل استقرار بلبنان بدك تعمل استقرار بسوريا سياسي وتعاون سعودي سوري هو هل فعليا يعني تعاون سعودي سوري يرجع يعمل تركيبي بلبنان كيف يرجع يعمل تركيبي بلبنان سوريا ستلعب دور بلبنان تبعي ودور إيجابي مختلف عن الدور السابق مختلف عن الدور السابق ولكن يعني بكتشيل إيجابيات الدور السوري اللي ساعم بإنهاء الحرب الميليشيات الكذا الكذا رح يكون إلو دور معين بالمرحلة الجاية خلينا نرجع الرئاسي كل هول يتحركوا رئاسيا جبران بسيل بروح مرتين عند الرئيس بري ورا بعض وبلش فيه لوائح أسماء أو شو يضيعوا وقت عم يتسلوا شو عم يعملوا أنت بالرئيس بري ليش معه وطفويد يعني ما عم حبتي لإله وإنا 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 نشدته يتحرك وإنا قلت له أنت أمين على هذه الطائفة لأنه نعم منحب الشيعة فعلا الشيعة طائفة حي طائفة فيها كاردريتا طائفة فيها يعني في حركة دائما طبعا وإما كان موجود طبعا وهي عفكرة كلهم قاتلوا فيها من ياسر عرفات لكمال جنبلاط كل الناس قاتل للشيعة للخميني طبعا نلق يعني إيران طالع يعني عملوا المقاوم الاحتلال يعني وصل لهون بس أنت هوني هل دوت الرئيس معه تفويد أراه ما معه تفويد ما معه تفويد لا شوصا كان في كلام واضع من الشيخ نعيب قاسي لا لا يداني لأنه البعض استعجل طيصرف العدوان ما فيك تصرفه يعني ما فيك تجي تقله للحزب جاي أنا أصل بس في فريق مستعجل يصرف العدوان وفي فريق قبل بتصير أسوأ خلينا نظمة الرئيس اللي هو جبران بسيل وفي فريق يمكن القوات البنية والمعارضة بستعجل نظمة الرئيس صح؟ ما ظابطة ما ظابطة ما ظابطة شو بدك ما ظابطة أنا رأي باكتش كامل بعدين بس في على المنطقة بس في مرشحين استشهدوا صح؟ مثل سليمان فرنجية لا سليمان بعد كلام وصل لك أكيد كلام جبران بسيل البترك الراعي أنه اللي كان معه لسليمان راح ما بحب شو رأيك فيه لا بالعكس لا ما لازم يحكي يا جبران هيك يعني شو أنه اللي كان معه راح يعني لا اللي راح إنسان عزيز كتير وإنسان يعني وجبران يعرفه كام معه كمان السيد وما كان معه غير السيد بالحزب وأنا قلت له لجبران من ستة شهر على الحكي بالبترون وعلى الباب أنا وفالد قلت له بقاش معك غير السيد بالحزب لا السيد كان يحبه لجبران ما لازم إذا حكيها إذا حكيها ما لازم يحكيها لأنه السيد كان يحبه في كلام حتى والسيد تحمل كتير والداخل كرمالو كيف كل الجاو ما كان معه وداخل حزب الله تحمل كيف بس في ناس في ناس ضعفي تحدثه سليمان ضعف حظه بس لم ينتهي جوزيف عون ضعف حظه كيف ضعف حظه كيف أنا ما شفته على الفترة وحابي بدي بدي طلع شوفه ما كان لازم أه وين أخطأ أولى أخي كله كله يعني اليوم أنت تبقي اليوم مسأ انقطعت طريق المصنع ما كلفوك تصل مع الأمريكان وفتحها ما فيك تفتحها ولو ما بتخوف هالقد هاي القصة تصل معهم وفتحها يعني شوى المشكلة ما هي طريق مدني ما أنت بتعرفها طريق مدني وحط الجيش عليها رفتي ما بعرف يعني هيئتهم هذا الفريق لاحظ بأنه جوزيف عون كان فيه يعمل أحسن من هك فبعتقد ما رح يمشو فيه هذا جو رئيس مري كمان بعتقد هيك من هيك ما رح يمدد له أعتقد هيك فهمت يعني بسمين تعين قائد جيش فيك تعين قائد جيش هلأ كيف عينوا رئيس أركان بعينوا قائد جيش شو المشكلة وعنم فيه زباط كتير والجيش فيه كتير بسم الله الموارني بالجيش هذا أول مرة حدا بيطلع بيقول هالكلام أنه ما رح يمدد هيك رأيي يعني أنا عبقل لك يعني هلأ ممكن يجوا بكرة تجي السفيرة تضغط على الرئيس بره كمان يعني عنده هو ومصالحوا معهم يمشي بس رأيييييييييييييي定 يحاول أنه ما رح يمدد هؤلاء هؤلاء اللي تراجع حزوزن لأيت حزوزن عنين برب عم بصلك يعني في عام ينحكى ابن عمد فريم عام ينحكى ابراهيم كنعان عام ينحكى يعني حكى هو الأسماء المتداولة هي أسماء متداولة كويسة هؤلاء الأسماء بس كمان في إضافة لإلون يعني اليس البيساري بعده موجود وموجود بقوة جورج خوري متقدم كتير جورج بس اللي بيرفض سمين فرنجي بيمشي بجورج خوري غير جبران بسيلي مكي بيمش فيه ما بيمشوا فيه جورج منه بمحور الممانع كمان كمان الزلامي حرام ومرشع رئيس بره جورج زلامي قريب من بكركي كان قريب من البطراق قريب من الفاتيكون جورج وبعدين إنسان مهزب ومرتب ولبناني أصيل وعنده أخلاق حرام يعني كمان دبح الناس بهالطريقة أنا هلأ إذا يمكن تسألني رأيي مثلا بقلك إنه نعمة فريم بيعمل مشروع نهوض اقتصادي عرفت كيف يمكن أنا بحب الياس البيساري أكتر واحد قلك إنه لا الياس بس إنه بالعاطفي ميم تنتخي بالعاطفي بالعاطفي سليمان فرنجرية محسومة مش الياس البيساري الياس الياس خيار تاني حتى الياس هو حاطت حاله خيار تاني منو حاطت حاله خيار أول بعد منو حاطت حاله خيار أول إبراهيم كان عنه ياخي إبراهيم بدأ بدأ حكي ليه حكي مع جبران أو شو؟ لا الموضوع المالي بالنسبة لإبراهيم بده نقاش يعني هذا بلد ممكن ما تمشي فيه كتير الأفكار الليبيرالية والرأس مالية اللي عنده إبراهيم يعني هذا بلد بس أراءك المالية ما كانت بعيدة كتير عن أراءه صح بالمرحلة الماضية بعض الشغلات هو مع المصارف إبراهيم هو بينفي أنا عندي موضوع كان رياض كنت عبدافع لأنه عاري أنا كنت تقول رياض هو آخر السلسلي مش أوله هاني تحطوا أبداها الرياض وخلصوا حاله دفعت تمن كل اللي اللي عم بيصير رياض سلامي؟ مشيو الناس طبع 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 شوي المشكلي 40 مليون دولار هذا المشكلي 40 مليون دولار خدوا وعدموا للزلم عدموا خلص ما زال كونك تفايتوا هيك ما هي كلوا بنهنية عطول بيتحقوا علاهم بشغلي وبسلهم فيها هلأ في شيء أكيد حضرتك عم تتابع الأعلام في ظاهرة بالأعلام الخبراء العسكريين يعني فجأة صار فيه 200 خبير عسكري وأكتريتهم عمدها سبقين متقادين شو رأيك بالزارة؟ كل أزمة بلبنان تفرز خبرة بمجال ما فيهم كمواحر جديين طمع يعني مثل ياس حنها بتشوفهم جديين يعني في ما بدي سمي يعني كمان أنا وفي منهم يعني بتصير تقول هاو كيف عملوا عمدها؟ في منهم يمكن عاملين معارك على هذا شو اسمه؟ على الباستيشن شوش حدا عامل معركي بس مع الوزير هنا هالزواهر بالمجتمع بس انه حرام يسترسقوا يعني انه بيطلع وعد بيخدلهم 200-300 دولار كذا يعني تنفيها ماشي حالا وبكتعبي هوا بالأخير ما انت تليفزيون وبكتعبي هوا شوفوا شو بكتعمل بس هالزواهر اللي بيفرزها للمجتمع لبناني هذا مجتمع غريب عجيب خي ايه عطول انه هلق كورونا كم خبير صار فيه؟ هلق عمال شغلي تاني هلق مثلا غيه صار جدري مثلا شي جيل جديد بيصير في عندك 100 خبير بالجدري بتسلى العالم يعني عنده ترجع بتقول انه مشكلتنا الأساسية هي بالشعب ايه طبعا تعني في رأيي عم نحكي عن الناس اللي عم بتشتهم عم نحكي عن الناس اللي بتعمل حالا فهمين بكل شي في 90% من الناس فاسدين كيف بدك تبني مجتمع اذا في 90% منهم فاسدين في 10% او 15% بالبنان الناس مستقيمة مع القانون عاملة حالا بتشتغل عيالا بتشتغل لولادا كذا 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 والبيق كله فاسد وكل شعب فاسد مستفيد من الفساد اليوم اذا في مسؤول بحزب الله عرفته انه عرفت انه التجى وسكن بالجاهلية شو بتعمل ما لازم هو يطلع يعني بالاخير هو لازم يحمي المدنيين انا لا يعني هو اصلا لازم يحمي المدنيين عرفت يه هو لازم يحمي المدنيين صارت معنا وقلنا له ما قلت تحمل الناس يعني ببعض المحلات في ناس اجوا بدو يقعدوا بالجاهلية وما قبلته مش بالجاهلية يعني بيضيع تاني يعني مش بالجاهلية الجاهلية لا حاصين يعني الانفاس بس بيضيع تاني يعني انو حدا منصابه في طريق حدا كالله يا خي ليش بكت عريد 3040 واحد بالبيت يعني فبكت فل بس هيدا البدو يعتبروا الاخر انو ولو بتطلب تقوي مسؤول بالحزب وانت كل عمرك معهم ما خاصة هاي بهاي هو اصلا لازم يعمل يعمل اجراءاته تيحمي حاله ويحمي الناس تعمل اجراءاته مش انو ماهل علاقة بهذا باستضيفه اكيد باستضيف يعني وبعيوني يعني بس انو فيه هو لازم يعمل اجراءاته لانه فيه يعني الاسرائيلي يكاشف كل القصة يبدو يعني عب يلحق انو طب اللي بيقايته موظف بالمنار من هو لا مسؤول ولا حدا طب راح 25 شهيد كمان مدبحة يعني بدون بدون سبب بدون مبر بس ايدا شو تفسيرك لقلو تكنولوجيا او عمالي تكنولوجيا اكتر حرام ما فيك تظلم البيئة بس انو فيه تكنولوجيا منع طبيعي حتى اني بعد ما عارفوا شوي حتى اني بعد ما عارفوا شوي اذا اليوم بتقول حزب الله جيب الدبع كرمه بيخودوا هذه الحرب بياخد القرار كل صراحة بقلك صار فيه غلطة بياخد القرار اذا ليك اذا هو بيحكي غير عينكم مش مانطق فيه غلط بياخد القرار ما عارفوا نتنياو شو بده سبعة اكتوبر قلب العقل الاسرائيلي بالكامل وبلش يفكر بطريقة اخرى نحن بقينا نفكر كمتل بيخاف من الضحايا ما عنده قرية يتحمل هلق ما عنده واكل ينهمل اسراء هلق خمس تلاف قتيل ما عنده مشكلة اذا راحوا بالمعرك ما تغير عقلهم صار بين الوجود وبين الخسائر اختار الوجود هاي قد تكون الحرب الاخيرة لا 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 موضوع فلسطين ما بيخلص والقدس ما بيخلص بس كأنك عم تقول لللبناني اللي بعدهم متأملين بهالبلد تروحوا في له ونحن راح نضال نعيش حضور لا ما خاصة يعني يمكن ما تكون حرب اخيرة يمكن تكون من لبنان حرب اخيرة بس هذا الصراع ما بيخلص ما بيخلص هذا الصراع اسمع الوزير تنكون شففين وصريحين نحكي الاشياء ولكن انا رأيي هذا الصراع يجب ان يكون داخل فلسطين مش من الخارج تنكون يعني احنا فيها نعمل بلد مستقر مثل ما عامل الاردن يعني 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 هو على حدود فلسطين بس بلد يعني فيه حد أدنى من الدولة والاستقرار تكون دواتحين وشففين فيه اسم كبير من اللبنانيين بيعتبروا اسرائيل عدوة وفيه حالة عداء كامل ضد اسرائيل ورفض لأي شكل من أشكال التطبيع بس بذات الوقت بداخلهم بدنوا حزب الله يخسر مش لا يفوت الاسرائيل يصير محتل لا نخلص لا نصير على مرحلة استقرار بس توصل لمحل معين بس افتكر فيه كثير لبنانيين مش يخسر ينكسر يمكن يضعف تبلك قداش كان فيه مساء بس تشهر السيد فيه كثير من اللبنانيين أكيد كانوا يعني كتير عاشوا لحظات صعبة بتحسهم بس ان هون ناس بدنوا يعيشوا بقى حالة استقرار بيعتبروا وجود حزب الله هو نقيد للإستقرار بقلك شغلي ما فيك تجي تقل لداني انه أنا بدي ضلني خمسين سنة بمشروع تحرير فلسطين انا أرضى بما يقبل هو الحلسطيني خلينا نعمل انتخابات شرعية بفلسطين نشوف الناس مع مين هي بتقرر بس أنا تقل لي خمسين سنة بدي أربط البلد انه بمشروع تحرير فلسطين أنا لا مني مع الموضوع وأنا متضامن مع فلسطين أنا مع القضية شو الحل إذا انتهت الحرب بألف سبعمائة وواحد وخمس سبعمسة وخمسين بعدين شو بنعمل بيكون صار في فصل إذا ألف سبعمائة وواحد بده يصير في فصل عجبها شو صار في فصل بس حزب بس حزب الله ضل معه صلاحه وصار بالداخل بعدين بتعمل شي يعني بعدين بتعمل لحل هايدي لواء بالجيش لواء الجنوب لواء بس حزب الله بموقع يتقبل هالأفكار لما نصير في فصل بالجبهة إذا قبل بالسبتاشة سفر واحد هلأ قبلين هو صار في فصل ما خلص ما عاد ما عاد فيه تماس بس اليوم حزب الله عم يقبل بالشي اللي كان رافضه من سبعة تشترين لليوم صح اه يمكن لكن لا شو كانت كل هالحرب نبقى من ناقش نحنا وجهك بالحرب ما من ناقش نحنا معهم بالحرب ما بن ناقش لحقيقة أشرت كنا عم نحكي تحت الهوى عن كلام غسان شاربل توهم بيقول توهم لبنان أنه لاعب ثم اكتشف أنه ملعب لو ما عرف إذا كنا متوهمين أنه لاعب نحنا كل عمرنا ملعب صح لا انتبه حجم السيد كان مختلف لأنه هو كان قائد لمحور بالأخير وهو على فكرة هو كان محل قاسم سليمانة يعني هو كان يدير ملف العراق ملف سوريا ملف فلسطين ملف اليمن لا كان مختلف يعني الموضوع الحجم اللي كان عنده مختلف بس هذا له ارتباط بشخصية السيد فلذلك لا الوضع بعده مش من قبل ما حدا يعني ما نكون واقعيين ما حدا يتواهم هيك ماذا تقول اليوم لقيادة حزب الله بذا كواجه لرسالة بقول اليوم ما عنده خيار غريقات لو يربحوا تبه اليوم ما عنده خيار ما عنده خيار تاني اليوم ما عنده خيار إلا القتال ويربحوا هلق ما عد في اليوم مش وقت نصائح بقى بس اليوم ما عنده خيار تاني إما الربح أو الخسارة ما فيه خيار تالت خيار التالت منتهي شو بتقول سامير جاجا بقله يطور طروحاته أكتر يبلوره أكتر يحكي مع كل الناس ما يحصر حكيه باللي كان يحكي معهم لأن هاوضي عندهم مشاكل شخصية معهم وعندهم عقل شخصية يعني اليوم أنت ما حدا منهم رح يقبل فيك لا رئيس جمهورية ولا زعيم عليهم حكيه مع فيه ناس تاني فيه مثل ما رح نعمل نحن نحن عنا مشروع علق شو لأن عنا مشروع وطني رح نعمله نميز حالنا نحن أنتو كحزب مش بس يعني أنا مجموعة أحزاب وقوة عم نتحالف مع بعضنا تنعمل نميز حالنا ويكون عنا طرح سياسي يعني على مستوى لبناء عم تسعدوا للمرحلة جديدة طبعا عم نسعدوا للمرحلة جديدة لتموضوع جديد مش تموضوع جديد يعني موضوع يعني موضوع مثلا بدك تشوف التطورات كيف بتروح بس مش إنه بجيب مثلا في طريد أنا مع محبتي واحترام بحبه أنا اللواء أشرف ريفي مثلا من ترابلوس لا بس بجيب من ترابلوس عشرين كادر ثلاثين كادر من زعماء المدينة المحليين بيكونوا جزء معنا بجيب من صور عشرين من صور مش شرط يكون نائب يعني في طريقة تاني بدك تتعاطى معها مع هايدي الكوادر الوسطية اللي قادر تستوعبها وهذا مشروعنا حتى جبران هلق داني ما بعرف يعني شو بدي إذا شفته بحكي أنا وياه أكيد كتير تفاصيل أنا جبران بصراحة بحبه يعني خاصة بالنقاش وج لوج جبران ما بتختلف معه أو بتقنعه أو بيقنعك وعطول عفقرة بيكون منطقي هو بس جبران بده يطلع من قصة أو بربح مية بالمية أو بدي سفر بده يطلع منه بده يتعود على التسويات بده يتعود على التسويات جزي فران شو بتلو بقلو ينتبه للأمن بس مهمة الجيش الأمن والأمن أهم من رئاسة الجمهورية لأني بدي يكون صريح معه وأنا بحبه أنا بحبه بحب عائلته يعني كتير بحبه للأجزاء بس بده ينتبه لشغلي هذا البلد خريب لأنه الجيش تتغل بالسياسي لو فؤاد الشهب نيزل الجيش بـ 58 ما صار هايدي سموها صورة قال ها الصورة صورة كميل شمعون كان عبي جيب الرسمين العربي لهم بدون بدون يضربوا لها كميل شمعون لا صورة ولا ما يحزنون كذب كله عملوها وقته أيام زمان المخابرات طبع عبد الناصر وهيدي شو اسمه جمهورية وقته المتحدة وكذا رغم أن نحن مع عبد الناصر كنا نحن نحب عبد الناصر بس أنه عبقول وقته كان فيه مؤامرة على البلد توقفوا تدفق رؤوس الأموال فأظلع أنه فيه صورة هون لو الجيش حسم ما صار 58 وبالـ 75 لو الجيش حسم ما صار الحرب الأهلية وهلا قد قل لك إذا الجيش حسم ما بتصير حرب أهلية وما بتصير كانتونات بس بهذا الإداء تبويس اللحة كل مصهر مشكل ما فينا ما فيه معك غطاء سياسي من كل الناس يا خي بالمشكل الحسوم عمو الأمن شكرا لك مع الوزير اشتركوا في القناة